فيه تفصيلة مهمة جداً جداً يعني عاداتنا يا جماعة إحنا مصريين كلنا يعني إيه مصريين كلنا؟ يعني الأستاذ خيال الدرندالي ده مصري محمد صلاح ده مصري وأنا مصري وحضرك مصري كنا عادة نفس الغيلة على منتخبنا يعني إيه؟ يعني لما المنتخب بيقدي بشكل مش جيد كلنا بنبقى زعلنين زعلنين من الشكل زعلنين من النتيجة بس ده مش معناه إحنا ما بنحترمش لعبتنا ما بنحترمش منتخبنا ما بنساندش لعبتنا ما بنساندش منتخبنا فلما قصي سخيات درنداليا يقلع يقول والله لأك النهاردة حسيت انه تقسير بيقولها كبنى آدم مصري منفعل بعد المباراة على طول زينا بالزبط كلنا فكيه لما قلت لكم احنا هننفعل ونفعلنا يوم المباراة وتاني يوم هدينا وخلاص اللي فات مات واللي جاي ان شاء الله يبقى احسن واحلى فاجماعة كلنا على بعض كده كلنا ما نمسكش البعض على الواحد ما احنا لما بنزعل بنزعل قوي طبيعي ولما بنفرح بنفرح قوي بنعمل الدنيا افراح فخلوا الدنيا بسيطة انا بقول كده اللي عيبت منتخب مصري ما يزعلوش مرة راجل وهو برضو يعني لو نصيحة مني يعني لو يقبل النصيحة لما يبقى في نتاك سلبية ما تطلعش بقى معها على طول ليه هيبقى عندك نفس الانفعارات بتاعتنا والمسؤول ما ينفعش يبقى عنده نفس الانفعارات بتاعت المشجع العادي فممكن تتكلم بعدها بيوم تطلع بيان توضح في خبر يعني انت بقول انت اكثر هدوءا يعني بس اللي بيخرج دايما هو منفعل احنا لما بنطلع عن النفعل احنا بنحب منتخب بنشجع منتخب مصر لكن المسؤول بتبقى الامر مختلف بس في كل احوال هو لا ينمقى او يا جماعة يعني بنمسكلوش على الواحدة عادي يعني بنفعل زي وزينا يعني مصري يعني وخلونا كده نعيش اسرة بعضينا نحب بعض ندعم بعض نساند بعض ان شاء الله ربنا هيكرمنا طيب ده فيما يخص الاستاذ خالد درندلي وجلسته مع لعبي منتخب مصر السنائي زي ما قلت لكم مران عطية وامام عشور يقتربوا جدا من التشكيلة الاسسية لمنتخب مصر امام غانا في مباراة غد ان شاء الله وفي كل الاحوال عشان بس اقول لحضراتكم انا قررت عليكم الخبر تاني عشان اقول لكم ان زيزو عمره ما هيزهر تاني بنفس المستوى اللي ظهر بيه في مباراة موزمبيك محمد اني مش هيزهر بالمستوى اللي ظهر بيه في مباراة موزمبيك نفس الامر بالنسبة لحمد فتحي امام عشور مران عطية مهند لاشين محمود حمادة كلهم يقدروا يملوا مكانهم في نص الملعب فاي حد هيختاروا روي فيتوريا ما تلاقش وبلاش الجملة اللي هي بتاعت ايه اه كويس كويس انا افتكرت والله كنتش ناوي مش محضرها يعني بس هي جت في دماغي دلوقتي وانا ااسف ان انا هكون قاصي شوية في اللحظة دي يعني اي حد اي حد هيطلع دلوقتي هيطلع دلوقتي ويهاجم ويقلل ويسيء ويهين اي لاعب في منتخم مصر هو شخص غير جدير بالاحترام تماما تماما ليه عشان انت كده بيدخون منتخب بلدك حرفيا منتخب بلدك بيلعب ومعه 27 بطل ان شاء الله يشرفونا ما تقعدش تقول هو زي بيلعب فلان ده فلان ده بيعرفش يلمس الكورة ده ما بيعرفش يباصي هو فلان ده مش مصري زي يوم مايلعب ده حسن من ده ومش عارف ايه الكلام ده ما يتقلش كده عيب يا جدع انت المشكلة مش المشكلة لا المصيبة ان اللي بيقول كده ممكن يكون لعب قبل كده منتخم مصر تصور يعني عارف ايه متشارة منتخم مصر يعني عارف كويس قوي المفروض الدعم يجيزاي للاعب بتاع منتخم مصر عيب عيب ده منتخب بلدك يعني بص لما بنهزر وبنناكب في بعض في اهل وزمالك واسمعيلي ومصري و lettي تقول يصلي لعب الاهل احلى ولا العب الزمالك احلى ولا العب الاسماعيلي اوحش ولا العب المصري احلى ولا اسماعيلي احلى ده نعمله بيننا وبين بعض هنا وبرضه ننتقد ونتكلم عنه بس لقا لقا لعب منتخم مصر لقا اي لائب في منتخم مصر مكنت فأش وحنا عادين نقعد نقول لا 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 ده وحش جدا هزاي ده تدخل المنتخب أصل ده ظلم أصل أنه يتخل المنتخب ده بيعرفش يباصل ده بيعرفش يجري ده بيعرفش يمشي يا جدا عيب ده لقى المنتخب مصر حد ما تخلص البطولة وبعد البطولة تحترمه فقط تحترمه وجاءت نظرك اللي الفنية قولها بالمناسبة يا عمسي ممكن أقولك إيه والله أنا فنيا شايف إن إمام عشور ممكن المباراة اللي جاية دي يعمل أدوار دفاعية وهجومية ممكن يبقى أحسن من حمد فتح وإنت تيجي تقول لي والله أنا شايف إن لو مروان عطي لعب في نص الملعب في مركز رقم 6 ومحمد النيني دخل مركز 8 مكان زيزه ممكن وسط الملعب يتزيب دي كلها وجهات نظر فنيا نقولها كلنا ندردش فيها والمدرب يبقى دائما وأبدا صاحب الرأي الأول والأخير وهو اللي في المعسكر وهو اللي عارف حدد كل لعب وهو اللي اختار زي ما هو عايد بس ما فيش مشكلة ندرد ديكورة ندردش فيها فنيا بس لا نسيء لأي أحد من لعيب منتخب مصر عيب يعني فليش طولت في حتة دي وقد شعب الحساب والله ومش محضة لها إن أنا أتكلم فيها بس جات في بالي دلوقتي فقولت فرصة أفضفض معاكم ولو سمحتم أنت وإنت 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 وإستاذ المشاهدين اللي بيتابعوا تابعوا كل البرامة وتابعوا كل الناس وفرجوا على كل الناس كل الناس الأغلبية العظمة ناس محترمة بيتكلموا باحترام بس خليكم في الأغلبية العظمة دي بقلاش الأقلية اللي أنا دايما بقول عليهم إيه بيبيعوا بالطريقة دي والشغلات بتاعتنا دي لو بقى فيها كلمة بيع تبقاش شاول حاجة خلاص يعني اللي بيشتغلها بيع كده وإنه عارف إنه الناس ممكن تشتري حاجات زي كده دول ناس والله لا فيه مليون حاجة ينفع تتال عليهم بس مش هينفع أقولها بصراحة فأرجوكم إنتوا كمان بتتبعوش الحاجات دي بتحترموش الناس دي بتتدهمش مساحة الناس دي ما شاء الله إحنا الحمد لله ربنا كرمنا في أعلامنا المصري سواء أعلام رياضي أو أعلام عام بكثير كثير كثير من الناس المحترمين شوف أنا بشتغل معك أوه رياضة أنا بقولك إنه في عشرات الناس اللي بتشتغل في الأعلام الرياضي في منتهى الاحترام ومنتهى النبل في نقل المعلومات وإبداء الأراء فأرجو على الناس دي الناس التانية ما تدرهمش اهتمام مش هندول الناس اللي يوصلوا إنهم ما يحترموش منتخب بلدهم مش من الطبيعي إن انت يعني دعكي